هل سيقبل من يسرقون ثروات العالم بالدولار بأن يأتي نظام نقدي عالمي جديد يحرمهم من هذه الامتيازات؟ مرحبا بكم أعزائي المتابعين في بودكاست بتوقيت بكين بتوقيت بكين هو مائدة حوار هادئة تجمع بين الصداقة والمحبة والاهتمام بين الصين والدول العربية نتناول فيها سبل التعاون المشترك في شتى المجالات إن المنتدى الصيني العربي يعقد في الدورة العاشرة له في بكين في نهاية الشهر الجاري بحضور وزراء الخارجية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتأتي أهمية هذه الدورة في ذكرى تأسيسه منذ عام 2004 في هذه الحلقة من بودكاست بتوقيت بكين سنلقي الضوء على أهم الملفات والقضايا التي ستكون في جدوى الأعمال المنتدى وحضوره الكريم كما يسعدنا أن نرحب بالأستاذ نبيل نجم الدين الكاتب والخبير في العلاقات الدولية أهلا أخي الكريم وأهلا بأستاذ المشاهدين أستاذ نبيل نود أن يعرف المتابعين أكثر عن المنتدى الصيني العربي عن أهمية هذا المنتدى والمنافع التي ستعود على الدول المشاركة فيه والفكرة في إنشائه ومتى بدأ المنتدى الصيني العربي هو مبادرة من دولة مهمة اسمها الصين الرئيس شيبينج كان يزور القاهرة لأن الصين تؤمن أن العلاقات مع القاهرة هي علاقات حتمية الصين بلد له حضارة كبيرة صحيح ومصر أيضا بلد له حضارة كبيرة وبالحكمة الصينية هم أدركوا أن العلاقات مع الدول العربية من خلال مصر هي لمصلحة الصين مصلحة مصر مصلحة المنطقة العربية أيضا المنتدى الصين العربي اللي هو بدأ إحنا يعني تقريبا عشرين سنة نعم تعبيرا عن رؤية صينية كبيرة هذه الرؤية تقول أن العالم يتغير والذي كان يحكم العالم النظام الثنائي موسكو وواشنطن ده أنا برأيي المتواضع قاربة على انتهاء صلاحيتها ده بدأ باتفاقية برايتون 1945 اللي هي جد بعد أو مع نهايات الحرب العالمية وقالوا موسكو وواشنطن بدأوا يقسموا العالم ويشتغلوا أنا أعتقد أن هذا النظام العالمي قاربت صلاحيته على الانتهاء ونحن نشاهد إرهاصات نظام عالمي جديد المسؤولون والمفكرون في بيكين يعرفون دالي ويدركون دالي وأعتقد أن المنطقة الصيني العربي هو مؤشر على عالم جديد نحن في المنطقة العربية يجب أن ندرك أهمية هذه المبادرة لأن المنطقة العربية لم يكن لها أي صوت أو شأن في النظام العالمي الذي طارب على انتهاء صلاحيته أعتقد أن الصين بهذه المبادرة تشاركه في الصنع المستقبل منتدى الصيني العربي وأيضا البوديم بتاع الحزام والطريق منتدى الحزام والطريق وأيضا البريكس هذه مرتكزات جديدة في رأي المتواضع تعبر عن رؤية مستقبلية لعالم أو لنظام عالمي جديد إذن المنتدى الصيني العربي أنا سعيد أنه كنتم تدولوا هذه المساحة والاهتمام ويجب أن يحظى باهتمام وسائل الإعلام العربية كلها لأن ده بداية تغيير نوعي في العالم لأن إحنا في المنطقة العربية ربنا أدانا الثروات الطبيعية والثروات البشرية صحيح فبالتأكيد المنطقة العربية من مصالحها القومية أو الوطنية لأنها تتفاعل مع هذه المبادرة بكل قوة لماذا؟ أنا كليل شرف أن أنا أعمل جولة في أكتر من ثلاث مقاطعات صينية وشفت في الشوارع الإنجاز المذهل الذي يستحق كل احترام هذه كانت ديارة قريبة لسه من عشرة يام يعني من يوم تقريباً تسعة لتسعة عشر مايو الجاري عظيم نعم يعني واحد التقدم التكنولوجي المذهل اللي هو الديجيتال العصر الرقمي اللي احنا بنقرأ عنه موجود في الصين في كل شيء يعني مثلاً أنا زرت في إحدى المراكز التكنولوجيا الرقمية بدون ذكر أسماء معرفش يعني هل ده ممكن يبقى دعاية إنها شاشات المدينة كلها العاصمة بكين على شاشة ألكترونية بعرض عشرة متر وفيها لو تعطلت سيارة إشارة والإشارة تذهب إلى الإنقاذ والشرطة تذهب لا يوجد شيء في الصين للصدفة كلمة الصدفة دي إنساها الصين وصلت إلى أنها استطاعت أن تطوع التكنولوجيا الرقمية في كل مناحي الحياة ذلك يأخذنا لسؤال مهم وأن الصين كانت تعاني من أزمات اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية فكيف سيادتكم ترى التجربة الاقتصادية الصينية وكيف نستفيد منها في الدول العربية ونأخذ منها ما نستطيع تطبيقه أشكرك على سؤالك سؤالك مهم جداً إن نرجع 40-50 سنة الوراء الصين بلد عانى معاناة غير معقولة صحيح من الاحتلال من الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الصيني وأيضاً الجريمة الأكبر محاولة الغرب حصار الصين حتى وقتاً قريب الصين كانوا حوالي 750 مليون والغرب حاول أن يخنق ويجوع هذا الشعب العظيم وده كان في إطار الغباء والتآمر السياسي الغربي وألصقوا بالصين كل التهم وعملوا عليها طوق لدرجة إن الصين أصبحت تقريباً معزولة عن العالم ما بعد الستينات ماذا فعل الصينيون بدأوا يقولوا إحنا لازم نكون على قدر هذا التحدي كل صيني يجب أن يعمل كل صيني يجب أن يلتزم بالنظام وبدأوا يحطوا أسس لدولة أسس لدولة إزاي؟ من الفرد وبدأ الفرد يتجاوب مع النظام وبدأوا قالوا إحنا هنشتغل أعتقد هذا هو الحوار الذي دار ماوتشيستونج ودينج سيوبينج وغيرهم قالوا إحنا هنشتغل وبدأوا يشتغلوا من الأساس وضعوا الأساس الفرد التعليم الصحة السكن النظام والعالم عامل عليهم طوق عشان يفشلهم استطاعت الإدارة الرسمية في الصين التي تستحكم كل تقدير إنها تحول النقمة إلى نعمة وبنوا الصين بناءً مذهلاً أنا يعني أقول لك اللي عملوا الصينيين ده إحنا في المنطقة العربية محتاجين محتاجين إن إحنا نهتم بالفرد نهتم بالنظام نهتم بالمدن لأنه هاردة من كتر اللي شفته أنا لم أرى سوى إبداع في كل مكان في الصين آه يعني أنت خير حدتك الشوارع الأشجار والناس بالمقصات اللي هما الجاردنرز كأنهم بيتعاملوا مع شعر امرأة الاهتمام والفن والذوق والإتقال الإنجازات التي رأيتها ولمستها في الصين تدعو إلى الإحترام الشديد والتقدير الشديد والإعجاب الشديد وتدعو إلى إن إحنا في المنطقة العربية يجب أن نفعل التعاون والشراكة من خلال منتدى الصين العربي وننقل تعليم الإبداع الأبحاث البحث العلمي التكنولوجيا المعلومات والديجيتال دورمنت أو الحكومات الرقمية هذا ينقلني إلى سؤال مهم كما ذكرت حضرتك أستاذ نبيل وجود الموارد البشرية ووجود الموقع الجغرافي المتميد للمنطقة العربية ووجود كل الموارد حقيقة كيف يساهم ويساعد المنتدى الصيني العربي في نقل هذه التجربة الصينية المذهلة اقتصاديا وليس اقتصاديا فقط الحقيقة فكريا وعلميا وننقل هذه السيطرة الحميدة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما شابه كيف يساعد المنتدى الصيني وكيف نساعد نحن كدول عربية على هذا الانفتاح ونسرع من الانتقال لهذه النهضة تمام المنتدى هو وسيلة يعني اداة الاداة دي ممكن تستخدم بالطريقة التي تقرر انت كيف تستخدمها بمعنى على الحكومات الحكومات الدول العربية كلها 22 دولة اللي هم وزراؤهم هيجتمعوا اخر الشهر في بكين الاجتماع الوزاري لان المنتدى دا ليه ثلاث قليات اعتقد واحد الاجتماع الوزاري وبعدين بعد كده الرؤساء وبعدين في حاجة تانية بتاعت تقريبا الاعلام او حاجة زي كده فيه ثلاث قليات بحضور الامانة العامة للمستوى الاول الرؤساء الدول وزاري الخارجية هو المنتدى اللقاء اللي هيحصل في بكين يوم ثلاثين اعتقد انا بعتقد ان المنتدى الصيني العربي يجب ان يكون اداة في كل دولة عربية لنقل الانجاز والابداع الصيني الى هذه المنطقة لان انت لو عملتش كده محدش هيقولك تعمل كده اتنين الجزء بتاع الزراع الدول العربية في عندها بعضها عنده القدرة على الزراع في مصر تحديدا اتقد انا لدينا القدرة الزراعية الكبيرة التراث بتاعنا زراعي وعندنا الدلتا وعندنا الوادي الجديد وعندنا النيل كله وعندنا النيل الجديد او المشروعات الجديدة فانا بعتقد الاساليب التقليدية عفى عليها الزبط لم تعد قادرة على الاسهام في تطوير الدول لازم ناخد طرق زراعية جديدة عظيم ننتقل من الاقتصاد الى السياسة في ظل الصراع العربي الاسرائيلي طبعا كيف تجد المشاركة من خلال المنتدى الصين العربي في ايجاد حلول وخاصة انهاء العدوان الذي يحدث على غزة الان انا بعتقد ان المنتدى الصين العربي يجب ان يكون له سي يعني قول في هذا الملف وقول حاد لان اللي بيحصل في فلسطين تجاوز كل القيم الانسانية والدينية والاخلاقية حتى العرف فانا اعتقد ان سؤال حضرتك الخاص بالوضع في فلسطين يجب على وزراء الخارجية العرب ان هما يدفعوا الصين لاتخاذ مصار جديد في هذا الملف ليه لان الصين عانت من هذا الاجرام للغرب الحكومات المجرمة التي حاولت ان تحاصر الشعب الصين النهاردة هذه الحكومات المجرمة تصمت عن الجريمة اللي بتحصل في غزة اتنين انا اعتقد ان هذا المنتدى يجب ان يتحول لشيء جديد وهي حصل يعني احنا عندنا دلوقتي البريكس واعتقد ان مصر والامارات والسعودية نضموا ليه ودول دول فاعلة مش بسيطة طبعا والبريكس ده مبادرة مهمة جدا لان زي ما قلت في اول الحلقة العالم يتغير ونحن على وشك ان احنا ندفن النظام العالمي القديم قطبين الرئيس خلاص ده اعتقد احنا يعني خلاص هو في النزع الاخير وعلينا ان نستعد كدول عربية مع الصين لان يكون لنا يد وسي في تشكيل النظام الجديد لان خلاص احنا كفى ان احنا نكون مفعول بناء يجب ان يكون لنا دور ونكون فاعلين واحنا مع الصين اعتقد بنشكل حاجة مهمة جدا لذلك انا متحيز اوي لهذه المبادرة اللي هي الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية هل من الممكن على سبيل المثال ان نرى دعما لفكرة حل الدولتين بين اسرائيل وفلسطين موقف الصين واضح من قصة يعني نظريا واضح احنا عايزين نحول المواقف الرسمية لمواقف في الارض ليها تأثير يعني انا بعتخد سيئة اليوم المواجهة الكبير وإحنا علينا ان احنا نحضر نفسنا عشان خاطر العالم يبدو لا يعترف بالضعفة العالم يعترف بالاخوية جمهورية الصين الشعبية استطاعت ان تطبق هذه المقولة بكفاءة عالية النهاردة يرتعدون من الصين بتطلع مقالات في البريطانية تحاول تشويح الصين في الواشنج بوست وفي النيورك تايمز بتحاول تشويح الصين انا اعتقد دي محاولات يائسة تعبر عن ان الافلاس في الغرب ما حققته الصين من انجازات تجاوز محاولات التشويح ذلك يأخذنا لفكرة زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والصين هل نحن يعني على مقدار جيد من حجم التبادل التجاري ام هناك فرصة لزيادة هذا الرقم اكثر بكثير لانا لا اعتقد ان الرقم ده يعبر عن الطموح بالنسبة للدول العربية بالنسبة للتبادل التجاري بين الصين والدول العربية اللي هما الاتنين وعشرين لا ما يعبرش عن الطموح يجب ان يزيد لان الفكرة برضو مش في الاستهلاك او الاستيراد انا بعتقد نقل مراكز التصنيع الصينية الى الدول العربية ده هيكون لي تأثير ضخم جدا ليه هنوفر تكلفة الشحن من حوالي 8000 كيلو ما بين الصين والمنطقة العربية هيشغل قوة عاملة في المنطقة هيسرع في نقل التكنولوجيا انا يعني دايما بادعو واؤمن ان نهضة الدول تبدأ من نهضة الانسان صحيح الصين لم يكن ان تحقق ناحة خطره بدون اهتمامها بالانسان الصيني وتوجيه الكفاءات والمواهب في الاماكن المناسبة يعني لما يكون عندك مليون ومتين مليار ومتين مليون واش عندك نسبة البطالة اقول هي لا معناها ايه معناها انه خلق انا شفت في الفندق بتاعي بكل احترام رجال ونساء فوق الستين ينظفون المكان والله كنت عايز انزل ابوس رجليه مقعدش في البيت وعمل كده ويعمل بحب واهتمام واخلاص وقلت يا سلام ايه الجمال ده فوق سن الستين وشغال هزي هي الفكرة ان احنا مش بس نتكلم على الاستيراد والتصدير لا انا بعتقد التحديات اللي بتواجه الدول العربية حاليا هي تحديات مصيرية اللي تبني عمارة سهل انك تبني انسان هو الصعب لان ممكن زلزال يهد العمارة بس الانسان هو اللي هيعمل العمارة تانية لو هو مؤهل ولذلك اعيد و اكرر ان علينا كدول عربية ان نعيد النظر في فكرة التنمية التنمية احنا في الاول كنا ما فيش حاجة خالص ماشي عمالنا للي عملنا لازم النهاردة الانسان العرب احنا كام خمسمائة مليون تقريبا ربارية و خمسين حاجة زي كده تقريبا منهم على الاقل نصهم قادرين على العمل نعم يجب ان يتم تعظيم قيمة العمل ما حققته الصين العظيمة انها عزمت من قيمة العمل انت بتشتغل انت محترم انت بتبدع انت مواطن صالح عن طريق بناء البناء الصحيح للانسان للانسان احنا الدول العربية اعتقد دلوقتي دخلة جامد مع الصين وفي الفوريام بتاع البلتان رود الحزام والطريق هما بيسموه فورم منتدى كمان ما بيسموهش بوضر هنشوف ده مكتوب الانجليزي كده فورم منتدى الحزام والطريق نعم طبعا الحضارة الصينية الخديمة وطريق الحرير اللي العالم كان عايش عليه زمان النهاردة هما بيحملوا بقى حاجة مطورة واعتقد ان الدول اللي في الخليج هتكون لها نصيب في مبادرة الحزام والطريق واحنا في مصر وفي سينة وفي قناة السويس والمنطقة الصناعية اللي بتاعي من هيكون لنا نصيب اذا سنرى له مردود قريبا في الدولة العربية هما احنا بدأت المشاركة فهي المشروعات الكبيرة دي ما بتبقاش مشروعات خفيفة صحيح هي بس المهمة انك انت تكون في المصاري الصحي بتاعها مبادرة الحزام والطريق ستحدث تغييرا ضخما في التجارة العالمية هم والمسألة مش تجارة هم لان مع التجارة في ثقافة ومع الثقافة في مفاهيم هم فالقصة مش بس ده البضاعة هم لا القصة بتاعة مبادرة الحزام والطريق اكبر من مجرد اه انها مسار تجاري وانا بعتقد طبعا في الصين يدركونا تماما هذا الامر احنا في الدول العربية كمان فيه نقطة مهمة جدا ترتيب الأولويات حتى تنجح ينجح منتدى الصين العربي علينا كعرب أن نحدد أولوياتنا ويريد تكون بشكل متحد ليه؟ لأنك لما تكون هنا الصين وهنا في أولوية واحدة من 22 دولة الوقت هيقل الفعالية هتزيد الفاية ده هتتعزم نعم فإحنا نحدد الأولويات بتاعتنا ونقش مع الصين والمسألة مصلحة مشتركة في مصالح مشتركة وهذه المصالح المشتركة هي اللي هتكون أساس الاستراتيجية التعاون الاستراتيجي أو التعاون الاستراتيجي يعني إيه؟ إحنا مش بتوع سنة 5 عشرة لا إحنا نكلم على 50 وأنا بعتقد في مصر هنا في المنطقة الصناعية التي تتعامل في صينة على خلال سويس يعني بالمبادرة الصينية جزء من هذا الكلام دي بدايات إحنا عايزين أكتر وعايزين نسرع عشان يكون لنا دور في عربة الفين التمسين أستاذ نبيل كيف ترى المشهد الاقتصادي الذي سيتغير في المستقبل القريب جداً من حيث الاتجاه للعملات الرقمية والماذا سيحدث بين الدول العربية والصين في ظل هذا الاتجاه المالي الجديد وإنهاء سيطرة وهيمنة الدولار الأمريكي اللي بيحصل دلوقتي البريكس اللي هو بيتوسع وبسرعة شديدة ده بيهدف في الآخر لإيجاد عملة بديلة ونظام آآ نقدي جديد منتري سيستم بيسموه لأن النظام النقدي اللي ماشي في العالم مرتبط بالبانك نوت اليو اس دولار نعم بدأ الدول في البريكس تصدر وتستورد من بعض بالعملات المحلية يعني مثلا الجنيه المصري مع الدينار الأردني مثلا هو خلاص ما متعبش بالدولار بدأت فعلا دول أنا ما عندهش الإحصائية بس أنا يعني أعرف إن فيه دول بدأت تستبعد الدولار من التجارة الدولية بينهم تمام اللي هيحصل بعد كده أعتقد وده واضح فيه بوادر مهمة ليه إن إحنا هنيجي لعملة جديدة وإني البريكس ده سيخلقوا عملة تنجل هنا المسائل الكبيرة اللي أنا ببوصلها بشيء من يعني حبس الأنفاس لإني دي مش سهلة ودي ممكن تبدأ تحول القصة مش اقتصاد ومش مال للسياسة وحرب عملة عالمية جديدة مثل الدولار واليورو فهل سيقبل من يسرقون ثروات العالم بالدولار بأن يأتي نظام نقدي عالمي جديد يحرمهم من هذه الامتيازات بالطبع لا ده سؤال مهم بالطبع لا ده سؤال مهم طيب ما الذي سيحدث إذا نجحت هذه المبادرة في إحنا عندنا مية حاجة وتسعين دولة في العالم إحنا لو يصلوا مثلا لتمانين دول وده وارد جدا لأنني أنا عندي أفريقيا أمريكا اللاتينية آسيا دي الدول المهمشة في النظام القديم نعم باستثناء نقاط مضيئة زي كوريا زي ماليزيا زي سنغافورة زي رواندا في أفريقيا جنوب أفريقيا يعني في استثناءات قليلة بس المجورتي بتاعت دول العالم هي تدفع فاتورة سيطرة عملة الدولار على الاقتصاد العالمي نعم البريكسو ما يأتي معه والحزام والطريق وهذه الشركات والمنتدى الصين العربي يجب أن نضعهم الحاجات دي كلها في إطار إرهاصات نظام عالمي جديد والنظام العالمي لا يقوم على السياسة يقوم على المال النظام العالمي الذي استتبه بعد الحرب العالمية التانية كان الدولار في بدايته وهو الدولة المنتصرة فرضته على العالم كله النهاردة لا النهاردة فيه اقتصاديات نامية بصين في المقدمة منها هي لها كلمة إحنا في المنطقة العربية عندنا موارد طبيعية النفط والغاز والمنجاني والمعايد الكلاء إلخ والغاز الطبيعي تروت سمكية تمام لما نحط ده مع ده إحنا بنحط نواة لعملة جديدة هتسميها إيه ما تطلع بإسم جديد طب هل ده هيكون بيسفولي يعدي ولا هيبقى فيه تحديات أنا بأعتقد أن علينا أن لا نستبق الأحداث لأن اللي بيحصل أنا شايفه فيه غاية الأهمية وفيه غاية الخطورة نحن نشهد التحولات تاريخية بقى لها النهاردة عشرين سنة في العالم وأعتقد مسألة الشبال والجنوب ديت النهاردة هيبقى فيه كلام تاني ممكن يكون شرق وغرب نعم بقى بيش حالة بإسمها الشمال وجنوب لأن تقسيمة الشمال وجنوب كانت تقسيمة آآ إلى حد كبير فيها عنصرية إلى حد كبير وكانوا بيعتقدوا أن الشمال الماسترز والجنوب هم السليبز أفكى وأكثر كفاءة وإلى آخر الماسترز أنا بأعتقد أن الصين بتغير البفهوم لأن أنا أديك بس معلومة أن الميزان التجاري للصين مع أفريقيا تجاوز الميزان التجاري الأمريكي مع أفريقيا يا أطبعا يعني مثلا لو افترضنا أنا أعتقد الأرقام اللي كان في زهني خمسمائة مليار أو حاجة زي كده والتانيين حوالي ربعمائة وعشرين مليار يعني الصين تتبادل تجاريا برقم يفوقه الرقم الأمريكي ولسه ولسه أنا بأعتقد أن سؤالك الخاص بعملة جديدة أنا متأكد أن هتطلع عملة جديدة بس أنا معرفش إيه الملابسات اللي هتطلع فيها وإيه التحديات اللي هتقابلها لأنك من المبكر أن إحنا نحكم عليه عشان نوصل لحاجة محددة علينا في المنطقة العربية من واكشوت لغاية بغداد ومن الصومال لغاية فلسطين علينا أن نعيد النظر في العلاقات البينية للدول العربية لأن كل ما إحنا قللنا الاختلافات كل ما الشأن بتاعنا بيعلو في اللعبة الكبيرة القادمة صحيح لأن اللعبة الكبيرة القادمة ليست هي لعبة الصغار ستكون لعبة الكبار والعملة اللي إحنا بنتكلم عليها ما بتجيش بقرارات مسؤولين في قرف بغلاقة اللي بتبدأ من تحت من تحت مش من فوق إنك معاك قاعدة قوية بتبني عليها عملة جديدة وكلما كان للدول العربية قدرة اقتصادية كبيرة أعتقد سيكون لها شأن كبير في هذه العملة إن وجدت نعم عندنا قدرات اقتصادية بس هي قدرات محلية إحنا دلوقتي عندنا فرصة تاريخية اسمها الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعالم العربي كله من موريتانيا لغاية الخليج العربي ومن الصومال الدورة العربية المنسية إلى فلسطين يجب على هذه الدول إنها فعلا إذا ما بدأت المنتدى الصين العرب في الجامعة العربية سنة 2004 أعتقد أن الجامعة العربية عليها أن ترتب لوركشوبس ورش عمل في كل الدول العربية تجمعهم ونحط أجندة وأولويات إحنا عايزين إيه من الصين وإحنا الصين عايز إيه مننا الأسئلة البسيطة دي بتساعد إنك إنت الشراكات تنجح لأن الشراكة بتقوم على الوضوح وإنت عارف إمكانياتك وأنا عارف إمكانياتي إنت عارف إحتياجاتك وأنا عارف إحتياجاتي عشان كده بنعمل بنعمل شراكة أستاذ نبيل نجم الدين ما هو الفرق بين التعاون العربي الصيني والتعاون العربي الغربي الأمريكي التعاون العربي مع الغرب كان بسموه يعني أمر واقع ما كانش قدامنا خيارات تاني ما كانش في حد في الساحة ما كانش في حد في الساحة النهاردة في الخيار الصيني في الساحة وبالتالي أنت بتبدأ تعمل عملية تنويع النهاردة عندك نموذج ناجح جدا اسمه الصين ناجح اقتصاد ناجح ساينس علم ناجح سوشيال سيكورتي الضمان اجتماعي فيه نجاح واضح إذن نستطيع أن نقول أن التعاون العربي الصيني هو شراكة حقيقية بعكس التعاون بين الدول العربية والغرب أنا سميها مش شراكة حقيقية ما هي التانية برضو كانت حقيقية بس دي شراكة حتمية ليه حتمية؟ لأنها في صالح الشعوب يعني أنا بعتقد إحنا لو استطعنا إدارة هذه الفرصة المنتدى والحزام والطريق والبريكس أعتقد لأنها جاية كخيار جديد كبديل جديد فخلينا نختبر الخيارات الجديدة وهو النهاردة إحنا خلاص عملنا تيست كويس للرأسمالية الغربية وصلنا فيها لما وصلنا إليه صحيح؟ فخلينا نعمل تيست للنظرية الصينية يعني أنا بعتقد النطق السياسي يفرض علينا كدول عربية تنويع المصادر لصالح استقرار وأمن ومستقبل العالم العربي الثلاث حاجات دولة الاستقرار والأمن والمستقبل وهل نستطيع في الدولة العربية تنفيذ خطط الاستفادة من الطاقة بشكل فيه استدامة والحفاظ على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة العربية أيضا؟ الإجابة ببساطة حتمي نفعل ذلك إن لم نفعل ذلك هنكون متأخرين جدا أستاذ نبيل نجم الدين خبير العقاة الدولية نشكرك شكرا جديلا كنت ضيفا عزيزا لدينا في بودكاست بتوقيب بكين